تعمل الكثير من الأسر في مكة المكرمة على خدمة الحجاج سنويا في حج هذا العام الاستثنائي غابت أعداد الحجاج الكبيرة وغابوا عن الحج بشكل غير محتد عبد المحسن الحربي تفاصيل معه أنوار هذا المبنى كانت تضيئها حركة الحجاج مؤسسة الطوافة هذه فقدتهم هذا العام بالداخل فجع هذا المطوف هذا العام بغياب الحجاج وهو الذي عمل منذ نعومة أضافره بخدمتهم ولله الحمد والمنى هذا شرف لي وللأسرة كاملة والعائلة كاملة وكل ما نخدم حجاج بيت الله الحرم أنا بدأت من نعومة أضافري مع الوالد رحمة الله عليه يعني تقريباً ألم 1401-1402 بدأت مع الوالد كان عمر 10 سنوات أو 9 سنوات بلا الضبط بدأت مع الوالد في استكبال الحجاج في تطلعهم من المنى العرب في ذهابهم للحرم لأداء طوف القدوم ويطلعهم من المنى العربة لمزدلفة لترحيلهم لاستكبالهم يجد المطوف سراج وقتاً فارغاً وثقيلاً عليه في شهر الحجة هذا العام اعتاد طوال السنوات الماضية على العمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج قصص لا تنتهي وخالدة قضاها مع مختلف الجنسيات حاج جاء يغادر إلى بلده وجاء يسلم عليها فهديته هدية إن شاء الله مطوعة طاعة مقبولة عند الله عز وجل أعطيته صبحة مصحف وسجادة أول ما أخذها عيونه سارت تذرف بالدموع وصارت إبكي واتوجه للقبلة يعني اتوجه لقبله وسارت عيلي يترقب سراج وغيره من المطوفين في مكة حج العام القادم بعد انقطاع غير مسبوق هذا العام الكثير من الأسر المكوية التي تمتلك مؤسسات أو مكاتب للطوافة أو حتى يعملون في خدمة الحجيج لم يمر عليهم مثل هذا العام الذي غابت عنهم قصصهم مع الحجاج وأيامهم مع الحج عبد المحسن الحربي العربية مكة المكرمة